اشتركوا في القناة شاركوا بصلاة الجمعة في المسجد وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال انتشرت في القدس وبخاصة في البلدة القديمة وفي ازقتها وعند البوابات الخارجية للمسجد وأوقفت قوات شرطة الاحتلال عددا من الشبان عند بوابات البلدة القديمة في القدس ودققت في هوياتهم وأطلقت شرطة الاحتلال طائرة دون طيار صغيرة في اجواء المسجد أثناء فترة الصلاة لمتابعة الوضع الداخل في المسجد الأقصى المبارك اشتركوا في القناة المستوطنون الصهاينة تحت حماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وعلى فترات أدوا طقوسا تلمودية بعضا من مظاهر هذه الطقوس السجود الملحمي وأيضا تقديم القرابين في الخارج ولكن اقتحامات متكررة بشكل يومي والمقدسيون كعادتهم كانوا على العهد دائما في صد هذا التدنيس من قبل الصهاينة مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع سعيدنا ورحبا بضيفنا هنا في السورية دكتور مروح نصر الأكاديمي المقدسي وعضو هيئة علماء فلسطين دكتور مروح مرحبا بكم حياكم الله وبرك الله فيكم تحية لإخواننا في الداخل بمجمله ولسمودهم ونسأل الله أن يثبتهم آمين آمين في البداية دكتور مروح الحقيقة مررنا على أيام طويلة من أيام الأعياد هذه الأعياد الصهيونية وبما يسمى أيضا عيد العرش ما نظرتكم لهذه الأعياد وهذه الاقتحامات وهذا الاستفزاز الذي كان لزاما لها أو لازما لها بسم الله والصلاة والسلام عليكم أخي هذه الدولة منذ 1996 عندما أعلن الباحثون عن الآثار ومنهم كاثرين وغيرهم أنه ليس لكم شيء أنتم تبحثوا عن وهم لا تبحثوا عن شيء فبدأوا بالتزوير تزوير المقدسات تزوير الأسماء تزوير كذا واخترعوا لهذه الأشياء أعياد تخدم الجانب السياسي ومن هذه الأعياد بعضها كان قديما مثل عيد مثلا الصيام العشر من المحرم وأعياد تتعلق بأحداث جديدة حتى يختلف عليها اليهود مثل توحيد الكدس وعيد الجيش وعيد كذا وأعياد توراطية مكذوبة من هذه الأعياد التي مرت عيد رأس السنة 26-27 وأعيد الغفران في 6-5 في شهر اكتوبر والآن نحن نعيش في الأعياد الأخيرة اللي من 10-17 هذه الأعياد هي مخترعة بعضبها أو جلها لخدمة الجانب السياسي تقاطعها في هذه الفترة الآن حتى في رمضان مرت الآن الهدف أخي هو الإعلان السيادة على المجل الأقصى لكن هذه الدولة تتقدم خطوات وتتراجع وفق الجانب السياسي وفق الوضع العام وفق التصدي أو كذا التي يحصل لهم الآن هذه أعياد كلها لخدمة الجانب السياسي ودائما نكرر عبارة الحخام السياسي يكرر الحخام يشرع أدوات تنفذ وهكذا لكن هي كما نشاهد الآن الدم الفلسطيني والاقتحام الأقصى فأصبح هو رهان على الفوز في الانتخابات القادمة في ظل حكومة ضعيفة حكومة لا تملك من أمرها شيء خاصة وأن لبيض الذي هو يدير الحكومة بتسهيل أعمال ليس أمنيا ولا عسكريا وعادة القائد اللي بيكون في المنتخبين من البداية إلى الآن إما أمني أو عسكري فهو يحاول أن يبين للصهاينة أو للمجتمع الصهيوني أنا سأقدم لكم أعمال لم يقدمها لا بنت ولا نتنياهو وهذا الذي يحصل الآن ولكنه وقع في السفر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة